سيدة الغنوشي وبالطبع أريد أن أستمع أهلا بكم مرحبا إلى رأيك فيما يحدث في الأراضي الفلسطينية الأراضي المحتلة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لليوم التاسع على التوالي على الفلسطينيين كيف تقيم هذا المشهد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته مشاهدي الجزيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبطال فلسطين قبل ذلك الذين رفعوا رأس هذه الأمة وأحيوها ونحن نعيش نخوة عظيمة من وراء هذه البطولات هذه الاجتباكات التي بيّنت أننا أننا أمام شعب عظيم ينتمي لأمة عظيمة هو اليوم يحييها هو اليوم يرفع ورأسها واليوم يثبت بأن الحق أقوى من كل قوة وأن هذه الأمة لم تمت أنها أمة حية وأن هذا الشعب الفلسطيني العظيم قد زرعه الله في هذه الأرض المقدسة حراساً لبيت المقدس حراساً لتراث الأنبياء حراساً لتراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صلى بكل الأنبياء في هذا المسجد العظيم فهنياً لكم أهل فلسطين بهذه الحراسة هنياً لكم أهل فلسطين بهذا التفوق بهذا الاستعلاء على كل نوازع القوة وعلى كل غطرسة إسرائيلية أنا أرى معالم النصر واضحة من وراء هذه المواجهات التي تحدث في البيرة وتحدث في القدس وتحدث في 48 وفضلاً عن غزة وعن الضفة وعن كل وفي امتداد الشتات نرى أمة يتولى الجزء الفلسطيني منها أحياءها ويعادتها إلى موقعها في الخريطة أرى مستقبلاً هذه البطولات العظيمة ستصنع مستقبلاً آخر ستعيد تنظيم الخريطة خريطة العالم العربي والعالم الإسلامي والموازين الدولية ستعيد ترتيب الأمور لأن الأمور اليوم ليست موضعة في مكانها الطبيعي هذه الانتفاضة العظيمة هذه الكورة الفلسطينية العظيمة ستعيد التشكيلة خارطة الشرق الأوسط على الأقل وخارطة بلاد الشام إن شاء الله في الحد الأدنى وستضع القبيلة الفلسطينية في الطريق الصحيح هي وضعتها في الطريق الصحيح طريق المقاومة واسترداد الأرض والدفاع عن العرض والدفاع عن المبادئ واليوم نرى في العالم هناك تعاطف يتزايد مع أبطال فلسطين هناك اقتناع متزايد بحقهم هناك تحرك على امتداد الأمة وبالتالي فهذه بركة كاملة يعني نعم بحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا بحيث هذا في بركة حقيقية هذه الانتفاضة المباركة وصفها بالبركة وصف صحيح نعم طيب سيد الغنوشي وأنت تحدثني الآن كان هناك خبر عاجل على الشاشة يقول أن منذوبة أمريكا بيها الأمم المتحدة تقول أن رئيس بايدن يدعم وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين كانت هناك حالة من التلك سواء من قبل الولايات المتحدة أو بعض الدول الغربية في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها كيف تقيم هذا المشهد ويعني إعطاء إسرائيل الحق في أنها تدافع عن نفسها وتذهب يعني وتقوم بما شاء هذا الكيان مدعوم لشك ولو ترك لنفسه لا يصمد أمام إرادة الشعب الفلسطيني ولكن مزيد من الاقتناع يحصل في العالم بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وبأن كل الموازين ستتبدل إذا استمرت الغطرسة الإسرائيلية على ما هي عليه إذا استمر نتنياهو متعطشا للدم الفلسطيني وهو لا يرتوي هذا سيجر كيانه إلى الهلاك وسيجر أنصاره أيضا واليوم يعني مزيد من التعاطف كما قلت مع القضي مع الحق الفلسطيني مزيد من الصمود هذا يعطي مزيد من الصمود هذا يعطي مزيد من الصمود داخل فلسطين ويعطي مزيد من الإشعاع خارجها كونه الرئيس بايدن يعني يدعم وقف اطلاق النار هذا هو صبر الفلسطينيين الذي حمل جو بايدن وحمل قاد آخرين إلى أن يطلبوا وقف القتال سيد الغنوشي فيما يخص مسألة كانت هناك أحاديث كثيرة عن التطبيع بعض الدول العربية قامت بالتطبيع كانوا يتحدثون على أن إسرائيل أمرا واقعا يجب أن يتم التعامل معها وهي أصبحت جزء من المنطقة هل انهارت كل هذه الدعاوى تحت يعني على صخرة صمود الفلسطينيين كما ذكرت أنت الآن سيد الغنوشي فكرة التطبيع انهارت فكرة صفقة القرن ماتت وانهارت بعدما رأيناه في الأيام الأخيرة هذا ما سجلناه اليوم في مجلس نواب الشعب في كلمة الافتتاحية سجلت بأنه أول ضحايا أول ضحايا إذا صح التعبير ضحايا هذه الانتفاضة المباركة في فلسطين هو ما يسمى مشروع صفقة القرن فلأن أصل ماتت من قبل ذلك ولكن صفقة القرن وكل مشاريع التطبيع التطبيع القديم أصبح يرتعش فضلا عن التطبيع الجديد ونحن ندعو المطبعين القدامى والمطبعين الجدد أن ينسحبوا قبل فوات الأوان أن ينسحبوا بكرامة لأن هذا الكيان الاعتراف به هو بحد ذاته مشكل وفضلا عن التطبيع معه هذا شعب على أرضه هناك أسطورة أنه هناك شعب بلا أرض وهناك أرض بلا شعب تبين اليوم بأنه تبين اليوم أكثر من أي وقت مضى والشعب الفلسطيني لا يزال يسجل بخطوط ذهبية في سجله الذهبي يسجل أن هناك شعب حقيقي أن يملك هذه الأرض وبالتالي السؤال للنظام الدولي كله هو ماذا يجاب عن هذا ماذا يجاب عن هذه البطولات التي يأتيها الشعب الفلسطيني لو لم يكن هناك اعتزاز بشعبه وذود عنه واستماتة في الدفاع عنه إذن الأسطورة الإسرائيلية اللي قايمة على أن هذه أرض بلا شعب وأن هناك شعب يعني عاد إلى أرض هذه الأسطورة يعني انهارت هذه من الأسطير المشكلة للوهم لهذا الوهم هذه الأرض يمكن أن الآخرون عليهم أن يجيبوا عن هذا السؤال الآن هذا الشعب حاضر ويقدم بطولات رائعة أسطورية فأين مكانه في هذه الخريطة يعني نعم وأنت تحدثنا الآن أيضا سيد الغنوشي هناك تظاهرات في عدد من المدن الأمريكية والأوروبية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية حتى هناك وقفة أمام مقر الصفارة الإسرائيلية في واشنطن حضر يعني الشارع الغربي بشكل أو بآخر لكن في المقابل الغابة الشارع العربي إلا قليلا في دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين مؤخرا لماذا سيد الغنوشي هل هناك تفسير لهذا الأمر والموتور العربي ديزل يتحرك يحتاج إلى وقت يحتاج إلى مزيد من الوقت مزيد من الصمود لأن الأثقال على العالم العربي الأثقال معناه كفيفة فكيف تريد للشعب المصري أن يتحرك أو للشعب السوري أن يتحرك أو لكثير من الشعوب المضغوطة ضغطا شديدا التحرك هو استشهاد وضرب من الاستشهاد ولكن معاني الصهاينة في التنكيل بالفلسطينيين وصبر الفلسطينيين البطولي سيفجر المنطقة كلها سيحرق المنطقة كلها ولذلك يعني الصبر الفلسطيني صحيح أنه بدفع مزيد من الدماء والخراب ولكن هذا هذا الصبر هو مفتاح الحل ومفتاح تحريك الأمة كلها بل تحريك الضمير الإنساني نعم لدي عدد من الأسلال لك سيدة الغنوشي لكن فقط دعني أنوه أن لهذه الصور وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مشاهد لرشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية أو المدن المحتلة فلو تأبع سيدة الغنوشي عودة إليك مرة أخرى كنت هاتفت رئيس المكتب السياسي السيد إسماعيل هنية وكذلك سيد خالد مشعل خلال الأيام الماضية هل كان ذلك في إطار وساطات تقومون بها مثلا أم أنها يعني مجرد شكل من أشكال التضامن وساطات بين من ومن كان هناك حديث على وساطات بين القوى الغربية وبين المقاومة في فلسطين لحث المقاومة على التراجع أو ما شابه هكذا قيل هذا التواصل وتعبير عن تضامننا في تونس وتضامننا في مجلس نواب الشعب مع الحق الفلسطيني وهو أدنى الواجب الذي نقوم به لجانب اتصالات أخرى مع برلمانات غربية وبرلمانات عربية وإسلامية وإفريقية من أجل تجنيد الرأي العام لصالح الحق الفلسطيني والحق العربي والإسلامي هل هناك تصور لداخل مجلس نواب الشعب التونسي أكبر في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام سواء من خلال قوانين أو ترحم مشروعات قوانين سيد غانوشي خلال الفترة القادمة اليوم المجلس نواب الشعب كان مخصصا اليوم كله تقريبا كان مخصصا للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني وماذا يمكن فعله وتبار النواب في التعبير عن التضامن والحقيقة أنه ليس ما يجمع الشعب الفلسطيني شيء كما تجمعه القضية الفلسطينية في تونس خلافات كثيرة ما بين يمين ويسار وإسلامين وغير إسلامين ولكن الحق الفلسطيني هو محل إجماع وتوافق تام ولذلك كانت الحديث تدور حول ماذا يمكن فعله غير كون تأكيد المقاطعة لكيان الصيوني وتأكيد المقاطعة لأي مشروع ومضادة أي مشروع للتطبيع هذا الجانب السلبي ولكن الجانب الإيجابي ماذا يمكن أن نفعل أيضا بماذا يمكن أن نشارك على هذا الصدد فكانت هناك مقترحات لجمع أموال ومقترحات لجمع أدواء الطبية ورسال فرق طبية وعدد من المشاريع فضلا عن التظاهر الذي سيكون تظاهرا عارما غدا تظاهر جماعي يعني لا يمثل حزبا معينا وإنما تظاهرات شعبية عارمة تقودها منظمات المجتمع المدني ومعها الحزاب السياسية سألغا نشل عليك منذ قليل المحت بأن المرحلة القادمة بعد هذا الصمود من قبل الفلسطينيين في مواجهة الاعتباءات الإسرائيلية سيكون لها شكل خاص واقع خاص سينتج عن هذه المواجهة هل لك أن تحدثنا عن هذا الأمر أكثر ومعالم هذه المرحلة الأحداث الكبرى في التاريخ لا تمرها كذان نحن أمام حدث النوعي أمام مواجهة بين الغطرس في أعلى أشكالها وبين الحرية والإمام بالحق والدفاع عن القيم والدفاع عن الأوطان في أعلى أشكالها هذه المصادمات الكبرى تحدث تغيرات في التاريخ تغيرات في الخرايط وفي موازين القوى وفي القيم نفسها ولذلك نحن مستبشرون لأنه لا يمكن نحن نتذكر بأنه الشعب الفلسطيني هذا نفسه مر بأطوار على كل حال نفي عمر عشرة القضية الفلسطينية منذ صباية وكانت القضية الفلسطينية دائما هي قضية لاجهين بعد يعني في وسط الستينات حتى أطلقت حتى أطلقت رصاصة المقاومة وتم بعد ذلك يعني استيعاب تلك الموجة من التيارات اليسارية والتيارات القومية وإذا وظن بأنه خلاص جاءت أسلو جاءت تطبيع وانتهى الأمر يعني وانتهى العرس يعني بشيء بسيط يعني يعني الناس طلعت من العرس بلا حمص كما يقولون يعني بشيء تافه ولكن الشعب الفلسطيني برهن مرة أخرى أنه مبدع وبأنه حاضر وبأنه مستمسك بوطنه وبقيمه فانفجرت انتفاض وراء انتفاض وكل وكل هذه الانتفاضات كلها تعبير أننا إذا شعب حي كلما أوجه بتحدي إلا وأبدع دفاع آخر أبدع طريقة أخرى في الدفاع عن نفسه وفي مفاجأة الخصم من كان يظن بأنه 300 كيلومتر يعني في غزة يمكن أن تصنع وضعا عاجزة عنه كل الأنظمة العربية كل الأنظمة العربية يعني ما استطاع عشان تصنع حد أدنى من موازين القوى فكان الطيران السريلي يتسوح يتجول في العواصم فوق العواصم العربية ولا رد له من كان يظن بأنه هذه غزة يعجز بعد محاولة أولى أو ثانية أو ثالثة محاولات متكررة لهدمها أو للسيطرة عليها يعجز هذا الجيش الذي يسمى الجيش الرابع في العالم هذا تعبير عنه أن الأمة تختزن قوى عظيمة وتحتاج إلى مناخات ملائمة للتعبير عنها اليوم الماثرة التي تصنعها المقاومة والتي يصنعها الشعب الفلسطيني والذي يعبر في تناغم هائل يعني في تناغم هائل بين كل أنواع المقاومة هذا الشعب يعطي ما يعطي ثولة نمم الأمة ويقول بأنه بأنه التحرير ممكن ويمكن أن نرى أن القدس محررة ويمكن أن نرى يعني الضفة الغربية محررة كمقدمة أولى يعني والأستاذ مونير شفيق أحد كبار الاستراتيجيين يعني يؤكد ونحن نصدقه ونعتقد بذلك ونرى هو رأي العين أنه في الزمن المباشر يمكن أن نرى هذا يمكن أن نرى انسحابا للقوى الصهيونية والقوى الصهيونية منذ سبعة وستين في الحقيقة وهي يعني كان أكبر انتصار ما بعد ذلك منذ ثلاثة وسبعين وحتى الآن وهي تتقهقر وتقهقرها لن يختلف عن تقهقر كل أنواع الاستعمار التي سادت في العالم إزرائيل آخر شكل من أشكال الاستعمار ولذلك الشعب الفلسطيني اليوم يقترب من أهدافه فالقدس الشرقي على الأقل الآن والضفة الغربية وغزة هذه في اليد يعني فهي يعني مرمى حجر فقدر من الصمود يعني سنرى النتائج مثل هذه النتائج هي يعني مرمى اليد وهي قريبة إن شاء الله والوطن سيتحرر لمحالها يعني يعني قطار التطبيع الذي كان متسارعا قبل يعني شهور قليلة وعدد من الدول انضمت وركبت هذا القطر هل انتهت مسألة التطبيع ودعاوى التطبيع وأنها يعني لصالح الشعب الفلسطيني هل انتهى هذا الأمر وقف قطار التطبيع ونرى الآن أم لا سيد رانوشي هناك في الحقيقة هناك تداول هناك تداول في الحقيقة بين محاولات التطبيع وبين الانتفاضات كل ما الامة وهن عزمها ومالتي للمساومات يعني وأظن بأنه خلاص يعني ينبغي أن تفوز بشيء بما هو ممكن قبل أن يفوت القطار كل ما وهن ظهر أن عزم الأمة وهن واستسلم إلا وان طلقت انتفاضة فلسطينية تحيي المواد وتجدد العزام وتقول الانتصار ممكن والمقاومة ممكنة والاستسلام ليس قدرا وهكذا يعني لأن هذه الموجة الأخيرة من التطبيع كانت موجة مذهلة في الحقيقة ما كانش حد ينتظر بأن دول دول خليجية يعني حيث منبع الإسلام حيث نبع الإسلام منبع الظو منبع القوة والجهاد أن دول خليجية نفسها ستطبع من كان يظن هذا ولكن حصل هذا ولذلك لا عجب أن نرى هذه الانتفاضة العارمة معنى رد فعل بنفس القوة وأقوى لكن في اتجاه المخالف في اتجاه الصمود والمقاومة والاعتقاد بأن النصر قريب وأن المقاومة ممكنة وأنه لا لعزاء للتخاذل والمتخاذلين هل فوجئت كما فوجئ الكثيرون بهذا الصمود من قبل المقاومة الفلسطينية استطعت أن ترد على إسرائيل الصاعين كما يرى البعض يعني البعض فوجئ قال كيف لهؤلاء الناس المحاصرين كل هذه المدة أن يستخرجوا كل هذه الطاقات يعني هل هناك سبب وتفسير لهذا الأمر وهذه الظاهرة سيد الغنوشي ليس هذه هذه البطولات ليس مفاجئة في الحقيقة لأن المقاومة الفلسطينية بزعامة حماس والجهاد هذه المقاومة مصممة منذ البداية على النصر ليس استراتيجيتها على أن المقاومة هي طريق للمساومة فقط نبغى قليلا على العدو حتى يستجيب لبعض مطالبنا وإنما بنت أن المقاومة هي طريق التحرير ليس طريق المساومة ولذلك نرىها تبدع لأن هدفها بعيد ولذلك نرىها تبدع أشكال جديدة مذهلة للخصوم ولكن كل ذلك هو ترجمة لهذه الإرادة المصممة على النصر ليس المعاول على أن الانتفاضة هي طريق للمساومة طيب فكرة الطبيعية شيء طبيعي أن تتطور وسائلها وأن تبدع لأن الحاجة كما يقال أم الاختراع حيث هذه حركة تبدع أشكالا جديدة باستمرار توظف أحدث أشكال الهندسة أحدث ما وصلت إليه العلوم الهندسية ولو انطلقت من أشياء بسيطة ولكن العقل العلمي الفلسطيني الذي عول على التعليم الفلسطينيين عولوا على التعليم هذا يترجم نفسه في هذا الصمود وفي هذه الخطط لا سيما وأن تسكن قلوب هؤلاء عقيدة عظيمة تؤمن بأن الله فعال لما يريد تؤمن بأن الله حق والله سبحانه وتعالى يكره الظلم والظالمين وأنه ناصر لعباده الصامدين على الحق لن نرى تونس يوما ما في زمرة المطبعين سيد الغنوشي من وجهة نظرك كانت يوما ما في موجة التطبيع الثانية موجة التطبيع الأولى كانت مصر وبعد ذلك الموجة الثانية كانت لوردن المرحلة الثالثة كانت موجة متسعة شملت تونس أيضا إذ فتحت مكاتب تنفيلية للكيان الصهيوني ثم لما اندلعت الانتفاضة اضطرت كل هذه اضطر المطبعون الجدد يوم أيضا أن يسحبوا مكاتبهم ومنهم تونس أرجو أن المطبعين للموجة التطبيع الأخيرة أيضا ستنسحبوا المباركة أخيرا حتى لا أطيل عليكم رسالتكم للفلسطينيين لمن هم تحت القصف الإسرائيلي الآن ماذا تقول لهم سيد الغنوش وهنيهم على هذه المكانة التي احتلوها في الأمة وعلى هذا المستوى القيم الرائع الذي يمثلوه اعتزازا بالحق وبالعدل والوطن والحرية وأقول لهم يعني بينكم وبين النصر مسافة قريبة جدا ولذلك كما يقال أنا ما نش في الموقع الذي ننصح فيه الفلسطينيين لأنه لا يسدتنا في الحقيقة في الصمود وفي الإبداع ولكن أقول لنفسي يعني الصبر النصر صبر ساعة وتع 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 سبونه هينا وهو عند الله عظيم والنصر قريب إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا سيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ورئيس حركة النهضة كنت معي عبر الأقمار الإصطناعية من تونس شكرا للمشي